السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي أعطيكم ألف عافية طبعا الآن هنتكلم عن اللي هي الجدول الثاني للكتابة الموجهة اللي أجل في وزارة في سنة 2016 عن طريق اللي هي درس المقارنة طبعا هذا الجدول عندنا موجود في الدوسية اللي هي بصفها عندنا 38 وأصلا الجمل اللي تحت هذا الجدول هذا الجمل عبارة عن حل هذا الصندوق بس رجل كيف أجحل هذا الصندوق عندنا بس لا تنسوا اللي هي موجودة بصفحة إنها 38 الآن باجي هنا شو بتكلم التابة هذا الآن التابة اللي بتكلم عن ما يسمى أنا اللي هي التعليم الإلزامي في دول مختلفة الآن كيف بيجي السؤال وكيف أجي السؤال أصلا في وزارة لما حكالي إنه read the following table اقرأ الجدول التالي about حول complessary education التعليم الإلزامي in different countries في دول مختلفة and then ثم write اكتب two sentences جملتين comparing تقارن between these countries بين هذه الدول الآن سأخبركم كيف نقارن وكيف نشتغل عليه زي ما نشتغلنا على التابة الأول تبعات اللي هي المواد الآن الجوة المطنية هي عند إنجلند إنجلترا عند بورتغال وعند جوردن الأردن وعند تركي تركيا وعند جابان اللي هي اليابان تمام الآن لازم أنا يكون عندي قراءة للجدول الجدول ماذا يمثل التعليم الإلزامي طبعا الرقم الأول الموجود عندنا هنا الرقم الأول هذا يمثل دخول متى الطالب يدخل المدرسة متى يبدأ يعني الرقم الثاني هذا موجود اللي هو عبارة يمثل مين يمثل خروج الطالب يعني ممكن أقارن بين دخول الطالب في إنجلترا ودخول الطالب في البرتغال تمام ممكن دخول الطالب في البرتغال ودخول الطالب على سبيل المثال في في إنجلترا تمام ممكن أقارن الخروج أنه متى بطلع الطالب الإنجليزي من المدرسة متى بطلع الطالب البرتغالي من المدرسة تمام؟ ممكن أقارن كمية مين اللي هي كمية انضائه في المدرسة طبعا هذا الرقم أنا حطيته الطالب إذا كان سقرت بيعرف أنه ممكن يقارن دخول ممكن يقارن خروج ممكن يقارن مئة أكثر دراسة مئة أقل دراسة تعالوا أنا طلعت الرقم لحالي بيوجود هذا الرقم من خمسة إلى ستاش كم فيه أحداش من ستة إلى ثمانتاش من ستة إلى خمسة تسعة من ستة إلى ثمانتاش تناش من ستة إلى خمسة تسعة تمام؟ مبين أنه الأكثر دراسة اللي هي البرتغال وعنمين الأتراك والأقل دراسة مبين عندي هنا اللي هو عبارة عن مين؟ الأردن واليابان يعني ممكن أستخدم كمان هنا صيغة التفضيل تخيلوا ممكن أنا من خلال حسابات أجريتها أستخدم صيغة التفضيل لأنه هنا ممكن أستخدم كلمة اللي هي الأكثر الأكثر وأستخدم اليمين الأقل ممكن أتكلم يعني هنحكي هنا البرتغال وتركيا تمتلك التعليم الأكثر الألزامي ممكن أتكلم جوردن أن جابان الأردن واليابان يمتلك يمتلك الأقل التعليم الألزامي الآن رح نجي لكل موضي بالتفصيل الآن أنا معطي هنا شوية أساسيات الآن عندنا هنا بدنا نعرف أنه من العنوان نفسه بقدر أني أنا أستنتي الصفة الطويلة اللي هي مين اللي هي التعليم الألزامي التعليم الألزامي تمام ممكن أستخدمها بقضية مين the most وقضية مين the least تخيلوا كيف سنتج الآن هنا في أفعال تساعدنا في الحل بمعنى have تمتلك لما أتكلم عن التعليم الألزامي للدول مين بمتلك أكثر تعليم الألزامي مين بمتلك أقل تعليم الألزامي ممكن أستخدم كلمة start بمعنى يبدأ أو begin دخول الطالب إلى المدرسة دخول الطالب إلى المدرسة ممكن أستخدم كلمة leave يغادر للتكلم عن خروج الطالب من المدرسة ممكن أستخدم كلمة go بمعنى يذهب تمام إلى آخره الآن برضه طبعا نكون حافظين بهذهل مئة بالمئة تمام الآن لدينا فيه كلمات ممكن استخدمها هان للتكلم عن دخول أو خروج بمعنى earlier اللي هي بمعنى من الطالب في البرتغال مظبوط ولا تمام إنه مثلا الطالب في الإنجلند بتخرج أبكر من الطالب في البرتغال تمام اللي هي كلمة earlier اللي هي جاية من كلمة early وعنى later بمعنى متأخر وهي جاية من الصفة late طبعا ممكن أنا أستفيد منهم بسؤال ترهوا بسؤال اللي هو rewrite تخيلوا لما يكون عنا في الجملة في rewrite معطيني earlier في الجملة ممكن نفس الجملة مع قلب الأسماء أحولها later ممكن later أحولها لمين earlier في عملية rewrite إذا شفتوا في الوزارة كلمة earlier تمام استبدونا لكلمة later later استبدونا كلمة earlier تمام معنى مش موضوعنا الآن الآن في إنا longer بمعنى أطول تمام من أطول واحد دراسة ممكن أتكلم أنه البرتغال لديهم أطول دراسة من إنجلند تمام الآن سنشوف كيف نشكل إحنا الجملة بس هذول لازم تكونوا حاضين مصح حتى نعرف نشتغل على هذا التابل تمام الآن باجي كيف نساوي هذه الجملة الآن نيجي حسنا عشان نظل الجدول أمامكم ننتقل بسهولة فيه خلين نتقارن أول شي بين البرتغال وبين الأتراك بنلاحظ البرتغال من حيث الكمية البرتغال هو بطلبين جملتين بس البرتغال 12 سنة بيقضوا والأتراك 12 سنة بيقضوا تمام مين هم الدول ولا طلابها طلابها يعني ممكن أنا أستخدم عبارة اللي فوق هاي أنا كتبها students زائد in يعني students in جابان زائد الدولة students in تركي students in برتغال students in انجلند تمام باستخدمها الآن بديني نقارن بين البرتغال وبين الأتراك باللاحظة انهم أكتر تعليم الزامي تمام أكتر تعليم الزامي فبحكي هنا برتغال أو هنحكي students الطلبة in برتغال and تركي الآن بدنا كلمة يمتلك الأكتر تعليما الزاميا يمتلك جبنا معلنا have بمعنى لديهم الأكتر أعطينا كلمة الأكتر اللي هي تعلمناها بصندوق تمام اللي هي the most الأكتر تعليم الزامي يقول بنوخ العنوان نفسه اللي هو compulsory education or compulsory schooling تمام ممكن أتكلم students in japan or students in برتغال and turkye have the most compulsory education or schooling تمام هاي رقم واحد هاي شكلنا جملة ممكن أشكل جملة ثاني نشوف شو نقارن خنقارن بين البرتغال وبين اليابان بين البرتغال وبين اليابان هاي عنا نتجع الجدول بين البرتغال وبين برضو اليابان البرتغال كم المدة هي 12 سنة بيقضوها واليابان 9 سنوات معانتو بلاحظ أنه بحتاج إلى كلمة أطول اللي تعلمناها لونجر تمام الآن الآن معاناتو ممكن أحكي هنا أنه students الطلبة in برتغال لديهم have أو ممكن أحكي go يذهبون إلى المدرسة لونجردان هاي احتجتها أنا لونجردان لونجردان أطول من students الطلبة in japan وممكن أني أساوي هذه على شكل مين على شكل فقرة برضو بشتب رقم محثير بحط إما but or while أو as أو but or while أو however تمام بدون ما أتبع طريقة الترقيم إذا طلبني paragraph لنرقم ثلاثة خنوخذ إنه إنه الأردن تمام وبين إنجلند تمام من حيث إيش هنأخذهم الآن هنأخذهم من حيث البدء في المدرسة بين الأردن وبين برضو اللي هي إنجلند هنقول هنا بين الأردن نرجح هنا على الجدول وبين إنجلند البدء في مدرسة كم بيبلش مدرسة هنا 6 سنوات كم بيبلش مدرسة هنا 5 سنوات مع الأردنيين أو الطلاب الأردنيين يبدأون عن الطلاب في إنجلند يعني ممكن أكتب هنا في الأردن يبدأون المدرسة بدي كلمة معناها سنة كلمة معناها سنة متأخرين بسنة واحدة إنه ستة الأردنيين و 5 سنة إنجلند معناته سنة واحدة فقط لا أكثر سنة واحدة فقط لا أكثر نحكي هنا ستة ستة المدرسة أي روط لذي كلمة متأخرين سنة معناها لأردني لأردني أردني 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 تمام هذا السؤال أجل في وزارة ري رايت تخيلوا بس كان علي في الوزارة إني أغير كلمة لعكس اللي هي مين أبكر وأقلب مين أسماء ستودانس إن إنجلند أقدم على ستودانس إمواط إن جوردن تمام لان جملة رقم أربعة خنقارن بين اليابان أو بلاش نأخذ اليابان ونأخذ كمان اللي هي خنحكي الأردن اليابان هاي اليابان وعنى مين الأردن خنشوف ما جميع وراهيك جوا طلع تسعة بتسعة معناته الأقل ممكن نستخدم ماندليست شيء أحكي الآن بحكي ستودانس إن جابان أند جوردن يمتلك هذ 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 تفضيل صفة طويلة هذ هي الاردن كان يطلع 15 وعندنا انجلند يطلع 16 معنا الاردنيين يطلع مدرسة أبكر بثنة من من الطلاب الإنجليز يعني بحكي هنا طبعا للتكلم عن خروج شو بتكلم بحكي يعطيني فعل من الأعلم بكم يهم بحكي لها سنة أبكر يعني بحكي هنا سنكتبها هنا سنة أبكر سنة أبكر سنة أبكر سنة أبكر than students in England من الطلاب في إنجلترا تمام الآن من أصل الخمس جمل اللي أنا كتبين هو شو بتدو ما بتدو لجملتين يعني أي جملتين انت بك منهم ممتاز تمام الآن شايفين أنتو هذول اللي أنا استخدمتين أدوات هو طريبين إمن الفراغ بس هو جاب في زارة guided writing للجدول المجدعين بالكتاب أو في الدوسية خلنحكيه وكتاب من رسي في الـ activity book هاي الجمل نفسها أنا كتبت لكم إياها بس حليتها معكم حل الآن معناته باللاحظ أنه الجمل الأولى بيكون حلها دموصية محلولة أصلا في كتاب والجمل الثاني حلها اللي هي longer والجمل اللي بعدها اللي هي حلها بيكون اللي هي later واللي بعدها حلها the least واللي بعدها بتكون حلها earlier تمام فاتمكنوا دير بالك وعند دول هات حتى ما تيجي في خلال الوزارة ما نعرف نحلها أو نتعامل معها ربي أعطيكو ألف عافية